اشتركوا في القناة يعني كنت قبل ما قدم حضراتك كلمت عن تكريم سيد وزير الشباب والرياضة لحضرتك وأكد على الكلمة البناء في التكريم تمام كلمني عن التكريم ورد فعله بالنسبة لحضراتك كمين هو بفضل الله أنا كليه تكريمين خلال عشر تيام تقريبا والحمد لله تخلى لهم أداء عمره التكريم الأولاني كان من وزارة الشباب والرياضة كمحكم في جوائز التمييز الصحفي لشباب الصحفيين والحمد لله ربنا وفقني ومجموعة من زملائي والحمد لله اخترنا الموضوعات الأفضل من وجهة نظرنا بالرغم من العديد من الموضوعات كلها تستحق جوائز والحمد لله اخترنا مجموعة من الموضوعات من وجهة نظري اللي هي ده كان ده أحمد كمال ابني ده صحفي سكرتير تحرير في أخبار اليوم معايا زميل فأنا كنت في العمر الحمد لله رب العالمين وعني كان لفت أنه هو يحضر التكريم في أجمل مكان بالحمن في تكريم أنا أعتبرها ربنا بيجازيني كامتداد له الحمد لله رب العالمين كان في الأخبار وهو بسم الله ما شاء الله يعني جميل الحمد لله رب العالمين فكانتNER كويس الحمد لله الحاجة التانية كان كان فيه تكريم في يوم التسامح العالمي ده كان عن بواسطة اتحاد الثقافة الرياضية مشكورين الزملاء برضو اختروني من ضمن المجموعة المكرمة كان مجموعة من الإعلاميين الرياضيين والصحفيين الرياضيين ومجموعة من السادة الأسادزة الفنانين الكبار على رأسهم الأستاذة سميحة أيوب سميرة عبد العزيز وكان الأستاذ يوسف شعبان والأستاذ سميحة السريدي فكانت احتفالية جميلة جداً في يوم التسامح العالمي تمام تمام اسألك سؤال بقى عن كلمة الناقض الرياضي تمام على مدار شغل حضرتك وخبرات حضرتك الكلمة دي اتطورت ازاي مظموعة مظموعة حضرتك شايفها دلوقتي ازاي نبدأ من الأول خالص يعني كلمة الناقض الرياضي دي دي مرحلة بنقول مرحلة هدف لكل صحفي مننا بيمتهن مهنة الصحافة وبالأخص في مجال الرياضة هدف هدف جميل نفس المسألة بالنسبة للصحفي الزميل اللي بيشتغل في الفن فن يعني لنا زملة بدأوا معنا او بعدين او قابلينا برضو بيوصل لمرحلة بيطلق عليه صحفي ناقد فني او ناقد رياضي طبعا دي بتاخد عشرات السنين من العمر تمام والاحتكاك تمام والأداء وقابل ده كله الالتزام الالتزام عشرات السنين عشرات السنين طبعا يعني لو لو في العمر مثلا بتأدي خدمتك 25-30 سنة 40 سنة يعني انت كل يوم لازم بتعلم كل لحظة لازم بتعلم اكيد اكيد انا اثناء العمرة اثناء العمرة بتاعتي كان في احتفالية لجنة الرواد بالتحاد تنس الطاولة فطبعا انا في ايه ولا في ايه لا اشتغلت وعملت موضوع ونزل في اخر ساعة رسالة جميلة جدا يمكن من احلى الموضوعات اللي انا كتبتها ان انا بكتب عن واحد عنده 83 سنة رايح لغاية السعودية بيشارك في بطولة العربية لرواد تنس الطاولة 83 سنة الحج إبراهيم خطاب حاجة زي الفل ده كان رجل من رجال التربية والتعليم ومازال بيمارس مازال بيمارس الرياضة في نادي الشمس ولو اسم ومجموعة طيبة جدا فانا صحفي يعني ما عديتش الموضوع سيبك بقى من العملية ايه ناقد رياضي والكلام ده كله ما عشان يبقى ناقد رياضي لازم اعدي على كل الخطوات ده بالزبط وتعلمنا كده يعني انا بدأت الحمد لله من ايام الجامعة 74-75 دخلت الاخبار 79-80 مع الاسيزة احمد علامة اللي ارحمه يعني نمرة واحد انت عد بتعمل ايه لازم تبتتحرك فين الشغل بتاعك فين قبرك تمام تعلم الخبر الاول تمام تجيب الخبر والايام بقى والاحتكاكات والصفر وبتستفاد من الصغير قبل نتستفاد من الكبير كنا بنتعلم كده ومازلت بتعلم كده انا اصغر فني حتى مشتغل في مجال الصحافة معايا وده اللي علمته الابني اللي هو بيشتغل في مجال الصحافة برضو طب الحضرتك لغاية ما وصل لدرجة الايه ان نقدم ادراسة مع اطلاع دائم اراية للاخرين اطلاع خارجي كل الحاجات دي بتوصلك لدرجة انك انت تقعد وتنتقد الشخص اللي قدامك او الاداء اللي قدامك او الحال اللي قدامك طب الحضرتك ومش لازم تكون صح بس مش لازم طب غلط يعني طب الحضرتك يعني لازم مش هنتفق انما في اساسيات اه في النقد ويا ما بنتعرض يا ما بنتعرض يعني لردود لردود عديدة بتبقى مقتنع بحاجة اهلا وسهلا ما انتش مقتنع بحاجة بتبقى على رأيك وتبتدي انك انت تشتغل اكتر عشان تزبط صحة موقف اكيد اكيد فالنقد الرياضي ده مش هار طويل لأين منا اه زي ما يقول ايه كاتب سياسي مواجهة في سياسي اه من ايه هو راجل صحفي صغير تدرج في المجال دوت من هنا ل هنا مع وزير مع الوزارة مع سأ ابتدى انه يكون فكرة كبيرة وده الفرق بين واحد بيبقى قاعد ثابت مكانه واحد بيطور اداءه تمام امتى حضرتك بتقل الحبر بتاعك وامتى بتخففه والله عملية التتقيل او التخفيف حسب الحالة اللي قدامي انا اي حاجة فيها مصر اي حاجة فيها مصر ببقى حبر تقيل اوى الحبر بيبقى تقيل اوى هاتبال حضرتك بيبقى تقيل جدا 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 اه وممكن انا اخفف اه حدية الحاجة ديت اذا كان المسؤول اللي قدامي بيطلب مني كده ان فيه عنده مبررات او فيه عنده اي حاجة فأنا يعني بابتدي إن أنا أعالج معه بابتدي إن أنا أعالج معه الموقف وفيه أمثلة كتيرة حصلت معنا في مواقف كتيرة في كاس العالم قبل كاس العالم تسعين قبل كاس العالم تسعين دي كانت مرحلة أهمة جدا في الرياضة المصرية بشكل عام في علاقة الإعلام بالرياضة علاقة المدرب بالصحفي إم تتخبي المعلومة وإم تتنشر المعلومة وإم تتدوس على الشيء اللي أنت عايزه ده تعلمناه من الكابتن محمود الجاري محمود الجاري قبل الماتشين بتوى الجزائر دايماً أنا بقول التجربة والمثال ده كان محتاج مباريات تجربية قبل الماتشين الفاصلين في نوفمبر تسعة وتمانين آخر ماتش كان فكان محتاج لازم يلعب ماتش ودي أو يعمل حاجة معينة حالة معينة كان الشيخ فهد الأحمد الصباح وفر له دورة في الكويت تمام وصفرنا معاه الجاري أغلق على نفسه وكنا تلاتة أربعة صحفيين معاه أنا كنت قريب جداً منه أغلق على الناس كلها يقول الماتش اللي أنا هلعبه قدام مالطة أو قدام جبلو منتخب الشباب الروماني وقتها تسعة وتمانين أو منتخب الشباب الكويتي أو القلوم بالكويتي وقتها هلأ هلعب مثلاً الساعة ثلاثة الدورية اللي إيه بيلعب الساعة سبعة الصبح قدام مالطة فهي أنا بجواري كلمنا معا يا كابتن ما ينفع ما ينفع بتاع يا جماعة أنا مش عايزة أوري حد أي حاجة أنا بعملها وقد كان تعظيم سلام بتستقبلوا الحاجات دي الزي لا حاجة مصر من البلد هو مصلحته في كده أوكي ليه الجزائر وقتها كان بيلم مع أي ورع منك يعني أنتم كنتم متفاهمين متفاهمين جداً طب جميل متفاهم جداً نعم هذا الكلام آآ شفت ماتش آآ منهم نفس الخطة حضرتك اللي كانت طبعها في مباراة الجزائر والعناك تمام نحن لابنا ضغطين لو تفتكر أول خمسين دقيقة يعني الطايم الأولاني الطايم الأولاني بالكامل وحوالي عشر دقائق حوالي عشر دقائق من الطايم التاني هاجميهم يعني بنلعب كرة هكومية عليهم تمام ومرة واحدة الكلام ده طبعه قدام منتخب شباب الكويت وقتها في تسعة وتمين ما تذكره تمام يا كابتن نكتب إيه آآ ابتدأ نتعرف الجهر بقى مش عايز يتكلم فابتدأ رايح آآ المول أجيب ما عرفش إيه أنا هعمل إيه طب لما نتعشع يا كابتن هل هكتب اللي أنا شفت كنت أنا الوحيد اللي موجود هل أنت جننت ولا إيه طول ما أنت نبطلش حاجة قال لي لا أنا هلعب بالطريقة دي هفلاب أنا هلعب أقسم بالله هزا الكلام أنا وقتها كنت شغال في جرنان يومي مشرف عليه كانت جرنان الوافد ومرضيتش طبعا أنا أكتب أي كلمة من اللي أنا شفته طب يا كابتن عايز تقول إيه عايز أقول كذا كذا إن إحنا بنلعب كرة إيه مقفولة وكرة مش عايزة الكلام ده هو راح طبقه فعلا أربعين أو آآ حوالي خمسين ديئة أنت مهاجر وبعد كده راح حافل كان فيه أدوار معينة لإيشاميك أنا أنا فاكر الغطة دي كان بتتلاعب لإيشاميكا نفسه أو المعسكر ده كان نفسه على تطوير أداء آآ كابتن إيشاميكا فعلا طب حضراتك العلاقة والعلاقة بين النقاد الراضيين قبل ما أكلمك في توجيه النقط عايز أخذ رأيك طالما تكلمنا في السياق المدرب وحضراتك بتتكلم في تفاهمك للمدرب ودوره وهو عايز يقفل هل فيه فرق بين الانتخب مصر أو المدرب الوطني ومدرب النادي العادي هل ممكن تتكبل هنا ومتتكبلش هناك؟ طبعا مدرب النادي العادي بما معناه يعني نادي جماهيري لا طبعا صح صح بالنسبة للنادي والغلط غلط دي مهمة دي مهمة ودي مهمة لا بتكلم في ان انا اقفل على نفسي مش عايز صحفيين مش عايز نقادر المدرب نفسه بالزبط لا لا انا معنا ضد حكاية التأفيل والكلام ده كله انا اتعلمت انا اتعلمت كان اللي اللي علمني كان اللي يرحمة له استاذ احمد علم في الاول خالص تمام وكان معي زمل عديدين منهم استاذ محمد سيف كان يطلقنا يا استاذ احمد طب نعمل ايه؟ لا لا انا عايزك تروح تتفرج على التدريب احنا كتبنا انا وصيف كتبنا ماتش الاهلي والزمالك قبل ان يتلعب في اخر ساعة مجلة اسبوعية من خلال التدريبة كتب طب هو ده نجاح لحضرتك بس مش نجاح لهي انا كمدرب انا ما بكشفكش كان وقتها بطبع انا بقول لحضرتك وقتها وقتها ايوة كمان لما يكون الناقض والصحفي كمان اه فهم فهم والله زي ما بقول لحضرتك كتبنا الماتش كتبنا الماتش الاهلي هيعمل كذا الزمالك هيعمل كذا الاهلي هيعمل كذا الزمالك هيعمل كذا طب الحضرتك ده شغلي ده شغل النهاردة طبعا هم بيقفلوا عشان الناس اه في صحفين طبعا اكثر وعيا وفهمين ومطلعين والنهاردة بالنسبة للمهام القومية للمهام القومية ايوة اه ان المدرب بيخاف ان اي معلومة بتطلع برا فالنهاردة حساب المدري مثلا عايز يقفل او اللي قابله بيقفل كابتن شوقي اكيد بالرغم ان شوقي اه محترف تعامل مع الاعلامين الصحفية اه اه لا بيعرف ان هو يتصرف وبيعرف ان هو يفك الزوجة داية انما النهاردة انا لازم انا بقدي عامل حضرتك جايق قناة هنا عشان تقدي عامل معاي اي عاقة او اي حاجة انت بتقف انت بتقف بطول لا انا دوري كذا واحد اين ثلاثة انا جاينا نتكلم برضو اي عاقة بالنسبة لي مش هينفع بالزبط فانا رايح انا صحفي بروح بقدي مهمتي انما النهاردة اه اه مش عايز اقول عداء او حاجة اه في حرص زائد الحرص الزائد دا جاي منين انه النهاردة المجال الاعلامي التسعة اوي اي واحد مننا بشتغل هنا وهنا وهنا والسامة مفتوحة كل حاجة في لحظة على التليفون كل كلمة ممكن بتتنيل في لحظة دا غير طبعا ما احترامي الحضارك غير الفبراكة في الاخبار بزا لا الفبراكة دا عضية تانية اه اتكلم حضارك اه الفبراكة دا عضية تانية انما النهاردة انا وانا اقعد اه صورة او كلمة او بتاع رنت الدنيا كلها صح مضموط الكلام انا اه افشيت حاجة كبيرة اه لعيم مصاب اه حسام حسن برضو برجع تانية الكاس العالم تمام اصيف في تدريب اصيف في تدريب اه قابل المباراة الاولى قدام هولندا اصيب واع والدكتور احمد ماجد طاق 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 ماء البرضو عايز اقول مش انا الوحيد لا كان معيا زملة مم با okem semanas خليش كلمة الوحيد اه شفته كلام دا كله انا كنت طالع الى اخر الساعة مم كان مجلة اسبوعية يعني بغطة اخر الساعة وكان معيا الزميل علي البحراوي وانا مشرف على ه enlightened انت حدرك يعني يا اخر الساعة لسه ما حدرك لوге ND اه طبعا طبعا وكان الزميل علي البحراء انا كنت مشرف على الواف دهوقتها صفحة يومية صفحتين يوميتين وكانت طلع جامد وكان معي الاستاذ علي البحراء ومعي برضو قلت له لحك لازم تكتب على صابت حسام ده ليلة المباراة انا حاج شايفه بعناي اخد براحة لك مقولتش ان هو يعني هيستبعد ولا يتعرض لعلاج وانت تعرف حسام في كاس العلام كان ايه بالزبط اه شايف ان يبقى في صداقة او مجال بين حضرتك وبين مدرب ولا تشتغل شغل احترافي ايه الاحسن لك اللي هو شغل احترافي ان انا عايز ابقى شاطر طب ما انت هتضرني انا انا مش هدر مدرب انا مش هدر مدرب انا طالما ان انا بشوف ببن او الصحفي برضو يا سجمال انا اسف ان انا بقاطه الصحفي برضو هو شغلانته الشطار ان انا اخد خبر ان انا زي ما ابي الحضرات بتقول حسام حسن طب انا كمدرب مش عايزة على ان اصابتها او سام حسن انا طالما انا طالما واثق من نفسي تمام ودي مهمتي دي مهمتي اللي انا متكلف بيها واباخد نظرها اجر وبتعامل مع ربنا بامانة ايوه جميل لازم انقل الصورة كاملة للشعر جميل جدا بلا تزوية او بلا كلام او 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 جميل جدا لو جي المدرب قال لي لا اخفي الكلام ده اخفيه فعلا المصلحة اه طبعا للمصلحة ده اللي بكل دي العلاقة بقى ايه ايوه بصدر ومش مع اي مدرب ام يعني خلاص انا مش هفابرك او هطلع عن الاخرق برا المنظومة او 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 الكلام ده كلها اعني انا بقول اللي قدام تدريبات اللي كنا بنخشها كاعضاء لما منعوا الصحافة طبعا انا بنشوف حاجات كتير اي تدريب يعني اي تدريب لأي نادي والتدريب هو اساس شغلك انا بالنسبة لي يعني اساس شغلي عايز اتفرج على منطقة بمصر لازم كنت روح اتفرج على التدريب اللي بيحصل فيه مين العمل مين اللي جري مين الزيادة مين الزعلان اتبرا حضرتك ااا كان في حاجة بسيطة كان في تصفيات حاجة كان الكابتن الوحش والمدير الفني للمنتخب وكان الكابتن الخطيب موجود ضمن المنتخب القاوم تمام مش عارف كنا اللعب المغرب اللعبين مش متذكر بالزبط ايه وتعامل التأسيمة غبيض واحمر والكلام ده وقتها والكابتن محمد رمضان كسر الدني وليعب مع الفرقتين حط تلت جوان هنا وحط تلت جوان هنا بالفنين اللي دي تلت جوان أنا كتبت يعني منشط وان الكابتن الوحش محمد رمضان ضحك عليه كان وقتها الكابتن الخطيب ده يعني كان لازم بقى موجود انما الكابتن الوحش كان له معايير تانية او نظرة تانية فقلت ان محمد رمضان ضحك على الكابتن عبدالصالح الوحش وسأيت اما مصر خرجت من التصفيات اولا يعني كانت نتيجة مش مش مزبوطة بيجي لك تلفونات بقى يعني اسف التعبير بيجي لك تلفونات لهم ليه كده لا بتبقى بسيطة جدا ليه بسيطة جدا ليه المدرب او اللاعب او الاداري اه اه ممكن المدرب يخلي مسلا مدير الجهاز يكلمنا يا سيدنا انت يعني شز علينا ليه اه يعني كان فيه سكة مفتوحة مع بعضين تمام انت لازم تتفلسف يعني علينا يا سيدي انت لازم مش يعني فيه روح يعني اخد بالك مننا المرة الجاي اخد بالك زي كان فيه جروب معين قبل ما بيعمل اي حاجة او ياخد قرار انا بتكلم بايمانة كان فيه ثلاث او اربع صحفيين مميزين في وقتها بنقعد في مكان ما باخد قرار كزا بمنع كزا باشطب كزا اه الدوري مش عارف ايه هعمل ايه انت ايه انت اتكلم قول اذا رأيك ايه اللي في دماغك يعشان ما تموتنيش ما تخنونيش بعد كده اتبار حدرتك فكانت كده دي علاقة دي علاقة حتة لوم او خروج عن الان النص طبعا مرشوب لا طبعا انا بتكلم في لوم اللي هو يعني لا يتعدى حدود اللوم لكن بعض الصحفيين بيلجأوا الياوس كمالا طبعا حضرتك سيد العارفين ان انا مش عارف ااخد معلومة مثلا من عبد الحميد حسن فابدأ اضغط عليه في اخبار اي كلام لغاية لما يكلمني وبعد كده لأ او تفتح معاه لا ده اسلوب شايف الاسلوب ده ازاي؟ ده اسلوب خفيف ده في حاجات بتحصل اخطر من كده للأسف يعني ده اسلوب طبعا مرفوض جدا الحاجات دي حصلت من امتى او من زمان؟ لا يمكن لا 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 ما فيز زمان الكلام ده احنا كانت غصرة النقد الرياضي كانت غصرة محدودة جدا حتى لو واحد من الاسادزة هي يا ابني اللي انت عامله ده يا ابني مايصحش كده يعني لو فيه ايه؟ لو فيه خروج عن النص شوية ممكن اي حد من الاسادزة الكبار او ايه ازاي التاني سقفلك لا ده انت ما كانت كده العلاقة ها كلنا بنيقرى البعضينا انا ببص على الشغل بتاع الاساسي الكبير عشان هتعلم منه جميل والكبير نفسه بيبص دلوقت الراجل ده رايح فين؟ بيعمل ايه بيساوي ايه الكلام ده صحة غلط وممكن يلومك لا اده مش فيه صالح البلد لا مش وقته دلوقتي لا انت شديت نتبه لحذيتك كده جميل جميل انا ساعات بى شوفك على اللي عاشوا الزمن الجميل في كل حاجة تاما لما بيشوفوا اللي باحصل دلوقتي بيتقابل الكلام ده ازاي؟ ما هي دي مشكلتها اه انك 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 انونهار ده مثلا مثلا انا لسه بقول لك ايه انا رحت اه اه رحلة عمرة فلاقيت حدث قدام مني فبعمل كذا فطخطخوا على التليفون وبتاها وروح تبعت له جران بتاعي بكل أدب واحترام الزملاء تعاملوا مع الحاجة عشر العشر فيه ناس بتستخفى بذلكلام لا ده شغلي ده شغلي يوم 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 كنت مسافر مارينة الصف اللي فات ربنا قومه بالسلامه كان عمر زكي النحاة التاني فالطريقة طويف شوية فواحد يقول ايه ده ده واحد احنا كنا بنشوفه في الملعب او واحد معرفش على طول قلت لأحمد كان أحمد كان كريم ابن التاني قلت له الألف لما شوف لأيه طعم بذلك وبلغت وعملت شغل في الحادث بتاعته وقت ما تشاهد طبعا يعني ما ان حد بقى بيقوله ما كنت خبر صغير خبر كبير عطلت ملاحة ده شغل والوسائل كمان الوسائل تطورت طبعا التطورت لأحسن ولا لأحسن لا لأحسن طبعا لأحظي الوسائل الشخصية الفردية للصحفي أدواته أدواته هو الشخصية أدوات الشخصية طبعا تطورت تطورت أن أنا بقيت أطلع أزيد تمام بقى النت النت الإيجابي يعني تمام القنوات الفضائية العديدة العالمية وغير العالمية الماتشات اللي أنت بتفرج عليها في مختلف اللعبات وأنت قاعد كل الحاجات دي طبعا بتطور بتطور فكره أداة الصحفي مننا إنما فيه واحد بباعد هو بنشي على حاجة معاية هو عايز يكتب عن الأهل والزمالك أنت أمتى تكتب عن الأهل والزمالك؟ لسه مدري هو مثلا يعني تمام وطبعا أنا احتكت في حياتي العملية أن أنا شاركت في عمل عديد من المجلات والصحف والكلام ده كانت هوية طبعا وحاجات نجحة الحمد لله بفضل الله وشفت زملة كتير لا يا ابني لازم تبدأ وهما اللي استمروا اللي هما مستمرين النهاردة وعشرات بفضل ربنا وبيتبوأوا أماكن مرموقة سواء في مصر أو في الدول العربية تمام تمام وانسيت أقول برضو حاجة أن أنا كان أفضل تكريم لي التكريم بتاع يوم التسامح أن أنا قلت كلمة أن التكريم بالنسبة لي شيء عظيم جدا إنما التكريم الأحسن أن واحد من زميل الصغيرين اللي يشتغلوا معايا في بدايتهم كان بتم تكريمه جميل فكان هو ده التكريم الأساسي بتاعي الله جميل طبعا تستاذ علي البحرام الوقت طبعا ربنا خليك أجيت حضراتكم لك خبرات طبعا طبعا ربنا خليك يا رب الدور الصحفي في أو علاقة الدور الصحفي بالوسط الرياضي في الاختيارات اختار مدربين ترشيح المدربين بنلاقي كده الموضوع زاد قوي يعني زاد فعلا أنا بشوفه زاد فعلا بشوف أن فيه ثبت معين على حد عشان ياخد حاجة في نادي في منتخب في كوروف باسكتبول أيا كان أؤكد لك أن العملية دي فيها مبالغة جامدة مبالغة من أنهي ناحية مبالغة في التدخلات التدخلات الصحفية أو الميول الصحفية للصحفي أو الميول الصحفية للناقض الرياضي إنما النهاردة أنا مقدرش أغفل في الواسط الرياضي النهاردة عندي دور مثلا زي دور الأستاذ عصام عبد المنعم لما يقول رأيي أعتبر حضرتك أستاذ عصام عبد المنعم طبعا نجم كورة نجم نادي الأهلي فترة طويلة ناقض الرياضي ما يقرب من ربنا دير الصحة وطلط العمر فترة طويلة جدا فعنده نظرة ساقبة جدا راجل مطلع لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي على كل حاجة فالنهاردة لما يكتب كلمة لازم إيه أغف انتباه عندها كان له دور في اختيار الكابتن حسن شحاته في يوم العيار مزوط كابتن حسن الحمد لله ربنا وفقه واستمر فترة لما هو كان على رأس الاتحاد الكورة وقتها سيتترك الألم على فكرة يعني ما كتبش يعني وقتها شبهة أجازة من الأهرام كان اتحاد مؤقت أو لجنة مؤقتة حاجة زي كده احتراما لشغل احتراما لشغل جميل ومن وجهة نظره هو راح مختار فلان فلان دي نظرة صحفية رياضية ليه الراجل مطالب مش أي واحد احتراما لحضرتك ممكن واحد له خبرة طويلة في المجال بيحدد اه والله الراجل دوت عمل واحد اتنين ثلاثة الراجل ده الميول بتاعته بتغلب عليه في اختياراته او في حاجة كمدرب يعني او عنده فيه اهواء بطول رأي تمام فبرضه بتأثر بس بتأثر ايه بتأثر بالاجاب اذا كان الناقد الرياضي فاهم وعنده ضمير وعنده ضمير ده اهم حاجة وفيه امثلة كتير على سيد نجيب المستجاوي كان يقول على فلان اه اه لا طب فيه امثلة عكسية كتير كتير انك انك انت بتدوس ابرزها ابرزها الحضرف زينا حضرتك انك انت بتدوس على مثلا ايه على ليه عبيت المدرب الاجنابي في لحظة معينة اه يعني في لحظة معينة اه وانت فعلا ما تبقاش محتاج المدرب الاجنابي والعكس صحيح ليه انت بتتكلم بلسان حد تاني له غرض انه اه حد يعني اه في التحاد قورة هنا هنا له غرض انه لازم يكون فيه مدرب اجنابي ده ضمير الصحفي بقى لحظة ده ضمير الصحفي لا يا جماعة النهاردة لازم احنا نربط الفرقة فيها مقاومات مصبوطة زي العكابتن اسام عمل هو شايف انه فيه مجموعة من اللعيبة اه ربنا اه اه يسائل واتكرره يعني المجموعة حدرك لو استعرات الجيل بتاع 2006-2008-2010 ياريت ياريت ان شاء الله المنتخب اللي لهم بده يواعد بكده هو شايف انه مين اللي هيوظف دول لا لازم ادرب مصري النهاردة ممكن ان اقول ايه انا رايي انا راييا كان لازم ادرب اجنابي ان هو يجي يبني يبني حاجة يبني حاجة جديدة يبتدي يبص ويبقى راجل شغله من دماغه الوحده دون النظر للخطوات الاسابت احنا بس كمال الكل اللي بيجينا حتى ما بيجيش معاه خطة ما بيجيش معاه خطة ثلاث سنين اربع سنين سنتين حتى سنة احنا بنجيبه خلاص واشتغل حضرتك يا كابتن انت دايما مستعجل يعني حتى اخر ايام كابتن محمود الجغري كان دايما مستعجل انما مشتغلش مثلا زي ايه تصفيات كاس العالم كاعداد وكتجهيز ويوي الكلام دا كله اللاعب المصري وحضرتك طبعا لعيب كرة وفهم كلامي اللاعب المصري عايز زبط وربط من حديد زي ما بيقولوا دا يمكن كلام دا كان سنة التسعين اللاعب وقت حضرتك غير اللاعب بتاع النهاردة هو قانون القانون عموما لازم بقى فيه قانون زبط وربط بالزبط في كل حاجة عشان تنجح عشان تنجح لازم بقى فيه زبط وربط هو سبب اللي حصل ايه المدينة فككت من بعضيها بالزبط طبعا لحضرتك كل واحد كل اه يعني كل شخص او كل اللاعب اه ماشي بطريقته او بقانونه هنفعش هنفعش الضمير الصحفي حضر بنسبة كم في الوقت اللي حضرتك موجود فيه دلوقتي الضمير الصحفي مع ما بين الزملاء ما بين الزملاء الكبار وجيل الوسط يعني بيتعدى 75% فعلا اه يتعدى بس طبعا ايه ما بيليدي حيلة زي ما بيقولوا ايه ما بيليدي حيلة النهاردة الجراد عايزة تنشر عايزة عايزة فرقعة عايزة عايزة فالنهاردة فيه ناس بتقبل اي موضوعات واي شو والمواقع وده بيبص على ده وده بيجيب من ده وده انت شمعنا اتكلمت من ده تيجي المدرب يا كابتن انت تكلمت اقول لك والله ما تكلمت طب قام في الكلام ده لا ما تنفقوش طب ازاي طب قولي كلمتين صحة اتكلمه طب قولي حضرتك ما ده غير الصعوبة ان انت ممكن تلاقي مدرب يرد عليك بالتلفون على طول ان انت تروح تقابله دي حاجات بقى ايه يعني دي حاجات بتبقى بتحدد مدى علاقة الصحفي بالمصدر بتاعه يعني كابتن حسام البادري انا بطريقة او باخرى الحمدلله ربنا وفقني توفيق بتاع ربنا هنا الحظ او التوفيق او العلاقة اعرفه طبعا من اما كان لعب وخد فترة عامة خارجية في افريقي بس كمال ده انا من مصلحتي او من زكائي ان انا ان انا اتكلم اتكلم مع واحد عنده ضمير عنده خبرات هيعرف هيعرف في امين على الكلمة اللي انا بقولها انا بقول لحضرتك وقتها الكابتن حسام قدر سعي وقدر المكالمة كانت بعد صلاته الجمهة كان راجع لسه من كندا هو على طول ما اجيبتهش انا من هو مردش علي تليفونه معايا مردش علي بس انا عرفت ايجيبه عن طريق اه 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 اعني شخص اخر خدت برحضتك قال له ده فلان اللي بيتكلمك رد عليه لقيت هو اللي بتتسمي انا ما سدهت انا يعني ملتم على الحمد الله فضل الله يعني حديث كان محترم جدا في اخر ساعة جميل اوه هو والطول هتتكلم مع حد تالي انا مش هتتكلم مع حد جميل اوه اه اه ما تنشورش حاجة كمان لقيتو لا انت بتتكلم اه دي بقى هنا اه اه الود مبين وما بيد المصدر بتاعه قال لي يا سيدي غنشر لنت عايزه. تمام. ابتديت ان انا اتكلم الكلمات اللي هو بتاعته اللي هو على بعد كده كان يوم اربع او خميس في مؤتمر الصحفي او حد. احسن فترة حضرتك عصرتها كان الضمير الصحفي فيها عالي اوي. هي فترة التسعينات. التسعينات. كان بنسبة كم? هي يعني نسبة عالية جدا. وفيها سادز اكبار جدا كانوا موجودين. ونتعلم منهم وما زلنا. قصرت المواقع اللي خلت الضمير ينزل شوية? مش كانت ينزل هي هو السعي والجاري ورا رؤية بتلاقيش. اه. جنن جنن الناس. ظروف الناس. او ظروف شباب الصحفيين اللي طلع دلوقتي. اه. وفيهم وفيهم مجموعة فوق الوصف عشر على عشر. فيه فعلا. لا 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 لا. الناس حدب واخلاع وعلم ومسايرة ومواجبة اه للتطور ومتابعة جيدة جدا جدا. شباب شباب يعني. التأثير الصحافة على على الصقافة العامة للمواطن من شكل عام. يعني المفروض. بنسبة كامل. لأ طبعا آآ النهاردة ما فيش حد بيقرأ. للأسف. للأسف. اللي بيقرأ من زمان هو اللي بيقرأ دلوقتي. طب حضرتك. طب شايف. اللي تعود على القرية هو اللي بيمسك الجرنان او بيمسك الموقع او بيمسك الشيء او بيقعد قدام التلفزيون عشان يبصوا يتعلم ويعرف الخبر فيه. طب ايه اللي حصل يا سكمال هل اللي تسكب بين اللي بيقرأ او بين الجمهور والصحفي ولا هل ان خلاص بقى الناس مجهورة دلوقتي مش مش بيقرأ كتير. ايه 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 انشغال ايه انشغال طبعا انشغال آآ مجموعات زائد ان آآ نسبة عالية جدا من الشباب ما بيقرأش خالص. هو بيكتفي ان هو بيسمعك او آآ بيفتح آآ الرئيطة العربية او آآ بيروح ماتشكورة بيشوف زيميلو بيقول ايه. فيش حد بيقرأ. الكبير هو اللي بيقرأ. يعني فيه ناس لغاية دلوقتي يقول لك لها لازم اجيبوا الاهرام لازم اجيبوا الاخبار لازم اجيبوا جمهورية. لازم استنى الجمهورية بالليل زي زمان. هو آآ هو لغاية دلوقتي. بيقرأ جورنان. طب نجيبهم تاني ازاي? تجيبهم بالمصدقية. بالمصدقية. يعني انا بشوف بشوف ناس على وسيلة من وسائل التواصل. المفروض دقيقة حتى. ده طبعا. آآ طبعا. بس عليه كمية ناس بتتفرج عليه كبيرة جدا. ما ده للأسف. احنا الممنوع بيقولوا عليه مرغوب. آآ. انا بالحررك يعني اللي بيحصل ده يعني لابد من ناسفه. ولازم يبقى فيه كنترول من الدولة نفسها. لازم. من الدولة طبعا. ده الركابة والدور الحضرتك فيه قانون. فيه قانون. فيه قانون آآ بيحمي حضرتك وانت يعد دلوقتي وبيحميني هنا يعد. القانون ده بيتطبع ولا ما بيتطبعش. احنا ما بنتطبعش قوانين. لا بنتطبعش. لا لا. يعني هو المفروض ان اي واحد بيدخل يعمل فيديو على اي وسائل وصل التواصل ليتكلم ويتكلم الناس. وتكلم في الرياضة. وتكلم في مش عارف في مين. وده عمل ايه في دا وده. حضرتك ما ينفعش. ما كل الدول اللي حوالينا. ما بيعملوا الحاجات دي كلها. طب ليه حضرتك ما 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 بيدسوش في القصة دي. يا باشا بنكتب وفيه الهية الصحافة والاعلام والكلام ده كله فيه اه فيه لجان رقابة وفيه تقارير بتتعامل. بس فين التنفيز يا فان. ما هو التنفيز. فين التنفيز ما اقول لحضرتك قوانين كتيرة جدا. ما يعني مصري مليانة قوانين. في جميع المجالات. عشان كده بقول لحضرتك انا انا بشفك على الناس اللي نشيت زمن نظيف وهو نظيف. اه اه اه. وقلم نظيف. اه اه. وعشق يعني في اجواء. يعني النهاردة النهاردة احنا تعودنا لما كان يجيلي اي موضوع او اي حاجة. بالحضرتك زي ما تعلمنا من اسد زيتنا. انا بعرف الكابتن بيكتب يعني بتروح على الكلمة اللي انا مانش عايزة منه. لقيتها لا. مثلا يعني. ما لقيتهاش خلاص الدنيا مشت. النهاردة كله كله غلط. بالزبط. كله غلط. بالزبط. بالزبط. اهو مش هامه. سواء الصحفي او. ما فيش. ما فيش ركاب. او الراجل اللي بيتكلم او الراجل اللي بيردد. او اللي قعد يطب اللي فلان ولا علان. اه كله شغل اه. والناس بتأثر بهم. كتير جدا ما انا بقول لحضرتك ايه اساسه ايه. ان المهم مش موافقين. الممنوع مرغوط. الممنوع مرغوط. ليه عشان بكرة صبحاني اتكلم. شفت فلان قال ايه. شفت فلان عمل ايه. حتى لو الخبر مفابرة. ايه يا جماعة. اي كلام. اه. انت قعد انا اسف يعني. ايه اللي الثقافة اسكمال. ده ايه اللي اتواعي و ايه اللي الدين. اه. موضوع كبير. اه. لا موضوع جامل جدا. موضوع كبير او. خدت برا حضرتك. يعني فيه جهات كتيرة بترعبنا. احنا مش مترعبين دلوقتي. اه. نتكلم صحة ولا غلط. اه. 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 فيه حيز. فيه حيز. تتكلم فيه. بالزبط. هو ممكن لك انت اتوصل اللي انت عايزه بتلتمية طريقة. غير طرق السب والقصف والتهاكم. والالفاظ. والالفاظ. الالفاظ اللي المفروض ما نسمعي. اه ممكن اتعلنك كده. اه. اه. تاخد الموضوع مظبوط وتزبط قدامك وفيه واحد له عقل. بيفكر في كلامك وبيتماعن فيه. اه. بتشوف النقد الموجه ازاي? يعني انا اه. اه. هركز مع حد عشان اخد منه حاجة. لا طبعا دي اه. اه. ماندرش اقول لللفز يعني. اه كتير الموضوع. لا 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 لا. على اه على فترات. وللاسف ان اه. الا اه. الطرف التاني في المعادلة هو اللي بيساعد فيه كده. لضعاف النفوس. تمام. تعال اروح بقى الحاجة اجابية شوية. فضر. اطلاح للجو السلبي اللي احنا. انا اسف ان انا اعطلت في. لا 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 لا. في المجال الصح. لا لا لا. لازم استغل لحد زي ربنا ومنور طبعا القناة ومنور جمهور أكيد تعال نتكلم عن المنتخب الأولمبي والإنجاز اللي عملوا وأنا قلت عليهم كتبت عليهم كده عندي إن هم مش رجالة دول رجالة ونص تمام شفت الحالة دي إزاي وجات منين الحالة اللي هم عملوها دي لو تكلمت عن المنتخب الأولمبي أنا بقول إن الشباب دولت ولدنا كان عندهم قوة وإصرار وعنده حالة في نفسه مجبوطة إنه هو من شهرين ولا من ثلاثة شاف اللي حصل للقرى المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي مصر نظمتها هو اللي إحنا ساعينا وجبناها لغاية مصر عشان نعمل شو حلو يمشي ويواكب التطور اللي إحنا ماشيين فيه كدولة جميل وحصل اللي حصل جميل أوي حصل اللي حصل فالناس دي كان عندها غصة جامدة اللي ولاد دول حاسين الشباب دول عندهم خبرة على فكرة خبرة في التعامل خبرة في قرية المدرج عايز إيه والناس عايز إيه فدي الحاجة الأساسية إن دول مجموعة من الشباب اجتمعوا على هدف واحد جميل أوي التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بكير حتى بالحضر لكم أقدم عليهم ده نمرة واحد نمرة اتنين معاهم مدرب معاهم شوق غريب شوق غريب مش غريب عن القرى المصرية سواء كلاعب الحمد لله راجل نجن راجل لو سيطرته سيطرته إيه سيطرته الفنية يعني في حاجة يعني بيفكر مظبوط متعلم صح كورة له تجارب إيجابية مظبوطة ابتدى إن هو يشتغل عليهم شوق تقريباً بقاله ما يقرب أقل من سنتين مع الفرعى ديت أو مع الناس دي بالضبط من فبراير فبراير 18 فبيرائب وبيتابع وبينائي بدليل إن هو منائي حوالي من 12-13 نادي المجموعة المجموعة بتاعته مش إن هو أخد مش إنه أخد من أندية كتيرة معايا حضرتك كان المفروض إن هو يقلل لا ده بالعكس ده هو أخد عشان أندية مليانة تمام يعني الأهل مليان لعيبها أكتر من كده تستحق إنها تنضم لمنتخب الإلوم الزمالك نفس المسألة لو دور في الإسماعيليح يلاقي لعيبها أكتر فالمصر يلاقي أكتر فهو وسع برضو قاعدة الاختيار الاختيار بتاعته تمام فكان موفق إلى حد كبير جدا في سألة دي بالرغم إن برضو البرنامج التدريبي ما ساعدهش قوي إنما هو قدر إن هو يسيطر بإيه برفع المعنويات هو طبعا أستاذ في الحتة دي زي يا حسن شحاتت أتعلم طبعا بيعرف يوصل للعيب بيعرف يوصل للعيب لذلك هو أخد أفضل أفضل حاجة ممكنة أخد من كل العيب بالزبط بدليل إنك إنت الناس إحنا كذبانين واحد صفر في المباراة النهائية ديها سبعين حصل هبوط شوية في المستوى مستوى ده اللعيبة لنتيجة الكهد الجبار اللي هم بازلوه ابتدوا الفرقة المنافسة سهل هكتلعب علينا كورة إيجابية ابتدت تانية تتفتح جي الهدف جي الهدف آآ قبل النهاية بديها واحدة اللي هو الهدف بتاع بالزبط 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 يبتدوا اللي ولاد يستعيدوا نشاطهم تاني طبعا أنا مش عايزة أقول إيه اللي تخبر على توزيع المجهود طبعا في حاجات فنية المدرب هو أولا يتكلم فيها يعني الفنيات تمام المدرب هو أولا واحد يتكلم هو عارف طبعا تمام آآ التغييرات بتاعته إيجابية سلبية هو فاهم تمام 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 فطبعا آآ آآ مجموعة آآ مجموعة المنتخب العلومبي دول البذرة آآ نقية جدا المفترض إحنا فرحنا المفروض بعد ما خرجنا من السادق قاهرة ينتهى كل شيء يبتدي كلجنة انقاص كراوي اللي إحنا بنكلم عليها في هذا الكورة ديت يبتدي يشوف الشغل ويدعموا الراجل دي إزاي ودعموا الفرق دي إزاي أسأل بياتنا كتئة إيه وجبات آآ آآ يتكلموا بقى إنها أفرح بقى أخلصنا بزرق إحنا أولمبيات هنروح أولمبيات إحنا مش عايزين نروح نفرح هناك ونعمل آآ المشاكل اللي حصلت في كاس العالم إن إحنا لسه بنروح بنحتفل بكاس العالم في روسيا مش نروح نحتفل بالأولمبيات في اليابان لح إحنا عايزين نروح نصمّم إن شاء الله إن شاء الله علامة دي علامة دي إحنا اللي شفناه إن اللعيبة دي ممكن تعمل حاجة ممكن تعمل حاجة كويسة جدا يعني اللعيبة دي آآ اللعيبة دي آآ زي ما تقول إيه إنت بتجري وراها لأ دا النهاردة لما آآآ الدوري يشتغل الدوري ده حكا عدوة تانية ما كل اللعيبة دي من ولاد الدوري ولاد بطولة الدوري رمضان صبح بيلعد في الدوري المصري من سن 17 سنة مظبوط النهار ده عنده كام 22 سنة يعني عنده خبرة خمس سين في الدوري يعني الدوري نقطة انطلاق للمنتخب الجنبي جميل جميل يعني أخدنا كل الجوائز الهداف وأحسن لاعب وأفضل حارس وأحسن مدرب جمال اللي كان بيحصل فيه بعض الأراء بتقول كان فيه تعاطف شوية من الحكام مش عارف ايه لا لا نقطة دي القرى مفتوحة قدامنا ولعب بالعكس الرجل بتاع الفاينل ده يتعب عصب في بعد قرارات عكسية في فاولات على الخط والكلام اللي حصل ده لولا تفوق لعيبة طبعا وقبلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى كانت تحصل مشاكل بقرارات عكسية تماما الجمهور ده احنا قلنا ايه احنا قلنا تطبيق القانون الجمهور ده هو القانون الجمهور هو روح اللعبة هو أساس اللعبة شفت الشكل كان عملي زي شكل نهار ده النهار ده انت بدخل وعملت رقم جديد جمان عالمي سبعين وتمين الف في المدرج سبعين وتمانين الف اللي خمسة وسبعين الف متفرج في المدرج بيخشوا مرة واحدة بيطلعوا مرة واحدة انت قادر انك انت نتعمل كل حاجة صح بدليل انك انت اه في متشاوط كاس الأمم الافريقية عملت صاح وأمور كثير حضر ودخل المتشاط المنتخب الأولومبي خاصة المباراة النهائية زي ما احنا شفنا كل واحد قعد بتذكرته في مكانه في منتقى الأدب والاحترام فانت قادر انت قادر النهاردة لازم المعادلة بتاعته الجمهور او المشكلة بتاعته الجمهور في المباراة الدوري لا ده هو ده الوقود بتاع المباراة وقود المباراة وقود اللعيب اللعب ما ايه هو الجمهور بسحافة وهي نتجح وحل الدوري هو عايز كده هو عايز كده اللعيب يتعود على كده ونشأ على كده ان فيه جمهور بتفرج عليه القاد دي ليها معنى عند الجمهور اللعيب بيقع وبيقوم بفضل ربان سبحانه وتعالى وبتشجيع الجمهور نفسه بالنهاردة لازم كان فيه ضوابط بالنسبة لدخول الجمهور لازم الضوابط دي يقعد ترتيبها تاني من جديد على مستوى الدولة الدولة لازم يكون لها يد اساسية مش بعيدة احنا النهاردة شغالين تطوير في كافة المجالات النهاردة الكرة لا تقل لا تقل الكرة كسلعة وكأداء وكاستثمار لا تقل عن اي مشروع بتعمل في الدولة فلازم ده من اكبر مشاريع والزبط كده فالنهاردة انا بعمل بعمل طرق مصر النهاردة حضارة تانية خالص مسألة الطرق الممتدة مسألة العاصمة الادارية الجديدة مسائل التعليم ان شاء الله والصح اه اه الرياضة بقى الرياضة دي لازم تاخد حقها انا مش عارف ادخل اه عشر تلاف متفرق احنا نهارف نعمل اي حاجة اه في مباراة مش ممكن احنا نهارف نعمل اي حاجة بسراحة طبعا مستبقى القانون تطبع قانون حضر تمام كابتن شاوي غريب من المنتخب الاول او من اللعيبة اللي تعدد تلاتة وعشرين سنة تمام شايفهم مين ما انا مش هزا حدد حد حدد حدد ماشي اولا اه اي امنيت اي لعب المرحلة القلمبية بالزبط بالزبط النهاردة كابتن شاوي اختار عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين او القيمة الاساسية بتاعته فكل لعيب بيحلم ان اسمه يكون موجود في هذه القيمة اكيد اكيد تاريخ فيعني انا انا بقى اشدد عالمسألة ديت ان انا مش عايز اخد نصيب بحد لصلاح حد تاني الا اذا كنت في اشد وأمس الحاجة للعيب دو ربنا وفق اه الكابتن محمد صبحي اللي هو حريس المرمى وقاتل ببسائلة وشكاعة عن مرموها ممكن إن أنا أستعين بحارس مرمى أساسي صاحب خبرة دولية كبيرة إن هو يساعد في المرحلة اللي جاية أنا شايف إن خط الدفاع برضو في حاجة لعملية القلب يعني زيت خط نص لازم برضو لعيب بالرغم إن أكرم المجموعة بتاعته يعني عاملين شغل فوق الوصف أكرم توفيق كان لعيب يعني هايل في لعيبة خططية معنا كده إن حضرك مش ما بترشحش حتى في خط الهجوم لا 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 خط الهجوم أنا أسبته على كده حتى لو محمد صلاح والله كابتن محمد صلاح أنا يعني التلامس معاه مع الفرقة القومية يعني بيعمل بيعمل كثير من الأزمات مش عارف ليه لغاية دلوقتي يعني كنت أتمنى أتمنى إن هو كان يبقى الجمهور رقم واحد هو في المدرجات في المبارة النهائية الأخيرة كنت أتمنى هذا الكلام من رغم من إصابته والكلام ده كله وأنا عارف إنه كان تقريبا جيل منتخب قبل الماتشين بتوع كينيا وجزر الأمر ده تقريبا ما عرفش حضر أو يعني كان هو مصاب طبعا كان موجوده مصاب أه كان موجوده مصاب يعني كنت أتمنى برسالة أو بحاجة زي كده يعني حتى المرحلة الأولمبية دي في أي تلامس مع النهاردة المدير الفني الألماني كلوب كلوب مطلع تصريح حد كده لأ محمد صلاح مش يخوها ما فيش مرحلة أولمبية وفيش الكلام ده كله عشان عندنا فترة إحداث أنت بتسبق؟ أنت أخذت رأي محمد ولا محمد اللي تكلم معاك ولا اتنايشته مع بعض بالسلبة أو بالإجابة؟ بس هو لو طلب للمنتخب الأولمبي مش هيقول لا محمد؟ طبعا طبعا مش هيقول لا هو كان كاتب أنه هو يعني من أحلام حياته أنه هو لعب مستقل أنا بس أنا أفضل أن إيه محدش يجور على حق أحد خالص يعني النهاردة عندك مصطفى محمد اسمه مصطفى؟ مصطفى محمد طبعا راجل نجل والمتشاط بتاعت الدوري هتسقله أكتر متشاط التجربية هتسقله أكتر لا غنى عن أي لاعب يرضي منطقة بمصر بس لا أجور على حق أحدل صلاحة تانية طب تعالا نشوفها من ناحية تانية إحنا بنحدد أسماء بناء على الأهداف اللي حضراتك بتقول فيه لجنة هتقعد عشان تحددها إحنا عايزين إيه من الأولمبيات كويس هنروح نلعب وتمسيل مشرف وإحنا زينا منه أبليكات وحياتنا ولا هنروح نعمل حاجة مشرفة لمصر فعلا تمام ولا هنجيب مركز من المركز التالت النهاردة أنا بشوف وبناء عليها نستعين بالأسماء اللي هتدعم المنتخب يا كابتن حضرتك اللحيب كورة وعارف وعشرات السين في الملعب أنا فيه لجنة أو فيه تحت كورة دي ناحية إدارية بتساعد الراجل الفني اللي قاعد لها بالشرطة وفانيلا وبينزل الملعب تمام طب حضرتك تمام لجنة الإنقاذ أو اللجنة المؤقتة هي دورها تنفس طلبات الكابتن شوق غريب دون تدخل في تحديد أي اسم من الأسماء يدخل المنتخب الأولومبي أو لا ينضم المنتخب الأولومبي تمام هي مسؤولية الكابتن شوق غريب هو عارف ولاده هو عارف قدرتهم هو اللي يقدر يقول آه أو لا تمام طب حضرتك بل بالعكس النهاردة لازم تدي لولاد دول فرصة مع المنتخب الاول نحن ندعم دول ببعض من لعيبة المنتخب الاول في مشهور المنتخب الاول تقريبا المنتخب الاول عنده حاجة في مارس تصفيات كاس العلم هما دول الاساس دول على الاية تختار منهم ستة اساسيين أو سبع اساسيين كمان والمجموعة التانية تختار منها اللي هي المنتخب الاول هتختار بينهم المجموعة اللي هي ايه بتدي كورة. طب شايف المنتخب الاول ازاي? المنتخب الاول احنا مازمنا مازمنا شغالين بعملية فرض الامر الواقع. اللي هو ايه يعني? بمعنى? ان فيه لعيبة كابتن مش انا اللي بتكلم. ده الشارع اللي بتكلم. المفروض اصبح مرفوض. النجوم او اللعيبة. طب ايه اللي يخلينا انا كمدير فني اه يتفرض علي لعيب او انا اجيب لعيب مفروض علي. والله ده هو اه مش عايز اقول اه اه كلهم بينشينهم في الناحية دي. ما عرفش ليه. يا سلام. اه يعني فيه ناس كتيرة خدت فرص كتيرة جدا. بدون ذكر اسمها طبعا. والمحصلة لا شيء. طب حدك شايف ان في مصر لعيبة الاول كده عشان. طبعا. طبعا. في مصر لعيب. يعني سهل اول نعمل منتخب اول ليه قوام كبير جدا. بس بس انت عايز فترة. انت عايز فترة عايز ما تشات يا كابتن. عايز دوري منتظم. بطولة الدوري لازم تكون منتظمة. النهاردة انت اه انت الدوري اجازة. حدك عايز تخطيط. عايز حد. اه تخطيط مادة على مادة طويل. اه. انت بالحضراتك. النهاردة اللعيبة بتاعت اه 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 ولاد شوء غريب منتخب الاولمبي. منتخب المصري الاولمبي. سنهم قدي اتنين وعشرين تلاتة وعشرين سنة ده اقصى حاجة. فيه ناس عشرين سنة يعني قدامه ان شاء الله عشر سنين يدي. عشر سنين يدي كورة صح. بالزبط. طالما هيتدرب وطالما هيتخطط له تخطيط مزبوط. طبعا مدرب كويس. بالزبط كده. تمام. العشر سنين دول هيطلع احسن منهم كمان. طب خلي بالحضراتك مدرب التخطيط غير مدرب اللي هو. الفني. اللا. هو هو المدرب واحد. كويس. انا بس فيه مدربين بقى اللي هو يخطط لي. تلاتة اربعة سنين. كويس. وفيه مدرب اللي هو بتاع مرحلة اللي هو خمش ستة شهور سنة بالكتير قوي. احنا مشكلتنا ان احنا ايه بنشتغل مستعجلين يا كابتن. طب لا سؤال حضراتك خليد كابتن حسين من مدربين اللي هم اصحاب المدى البعيد ولا اللي هو سنة ينفس حاجة وخلاص. لا ما ينفعش ينفس حاجة حسين. الفترة اللي احنا فيها دي ما ينفعش ان هو ينفذ لمهمة. وسلام عليكم. لمدة سنة ما ينفعش. ما ينفعش. هل هو قدر ان هو يخطط? ممكن يخطط ممكن يخطط باداء علمي مدروس بخطط مفهومة بخطط معروضة وقبلة للمناقشة. خطط معروضة. هل احنا عندنا بقى الخطوط معروضة. لا ما حدش بيعرض حاجة. طب ليه? آآ ملفات سرية كلها. يعني حضرتك لو روحت. لا حضرتك لو روحت. فتحت اي درجة من مكاتب اتحاد الكورة عند الكابتن محمود سعدة او المدرين الفنيين. اتحاد الكورة قبل كده هتلاقي عشرات الملفات وعشرات الخطط. اي اتنين بيلعبوا كورة وبيفهموا كورة. ها? هيحط حتى آآ سطور خفيفة في التخطيط الصح. مش كده? ها مش بقولك يعني هيعمله. لا. العالم كله شغال كده. مصر قبل كده جابت كرامر في فترة من الفترات. كان آآ كان آآ فيتسا الالماني. كان جاي النادي الاهل فترة وبعد كده مشتغلش فقعد يحاضر شوية على اساس يحط ايه? يحط بلان معايا. ما استفدناش من الكلام ده كل. ام. طبعا حضرتك. يا وكتير من الخوة هي درجت. ماجي عشان يخطط للكورة المصرية. لازم بقى في بلان. ها لازم بلان لازم بقى انت انت شغال. لو عايز انجح يعني لو عايز انجح يبقى عندي بلان. انت حضرتك شغال ايه يعني يلا بينا بكرة. ما ننفعش. احنا عمرنا ما هننفع كده. اه. عمرنا ما هننفع كده. يمكن بعض الاندية على رأسالنا دي الاهل يمكن ان فيه سياسة الايه? التخطيط بعيد المدى شوي. او في نظرة متبص. او في رأي. اه اه او في رأي. او في رأي بيناقش مش رأي بيفرض. في رأي بيناقش. تمام. وصاحب الرأي بيستمع. هي الميزة هنا كده. اكيد. اكيد. اللعيب في المنتخب الاول فين? يعني حطيلي ايدك على العيوب. يعني لازم حضرتك موجود معايا عندك خبرات طويلة جدا. فضل. قل لي العيوب اللي حضرتك شايفه في الفريق الاول المنتخب. اللعيب. العيب المنتخب الاول اللي هو اللعيب المحلي او اللعيب الدور العام. مش مركز. مش مركز. بمعنى ايه? بمعنى ان هو النهاردة آآ واخد الكورة طبعا هاكل عيشة. وآآ مهتم بالعقد بتاعه هينتهي امتى ويبدأ امتى. مهتم بواكيل اعماله. كل الحاجات دي بتبعيده عن تركيزه يا كابتان. طبو ما انا عند منتخب اولومبي هوا وحاجةIO صورة تانية خلال؟ مو حضرتك دول لسه. ده ربنا يستر. محنا لازم بقى ايه? نتعلم من اللي فات. اللي ولاد دولت لازم يبقى في علاقة بين المدرب والنادي. بين المدرب الاساسي. ما ينشوي غريب والناس اللي هي اه المسؤولين داخل الاندية. انت بالحضرتك النهاردة تحذرات. اوع افلان اه اه وكيل اعمالك يجيب لك ايه اوع انت مش عارف ايه. ابتدت نغمة التهديدات لبعض اللعيبة انك انت ما تفكرش انك انت هتسيبني. اللعيب طب. ده في الاندية. الاندية. طبعا لازم يوعى. ده النهاردة. ده النهاردة. احنا لازم نشجعهم. اه لازم نشجعهم والله انت لو جات لك فرصة. طبعا. انت تخدم نفسك تخدم النادي تخدم البلد. البلد اولا طبعا. بالزبط. انت بتخدم نفسك وتخدم النادي بتاعك. مش هتطلع لبلاش. زي تجربة محمد صلاح. زي تجربة محمد صلاح تلع منين? اتشاف. اتشاف صح. اتخطط له صح. اه طلع وتدرك صح. هو كمان شخصيته احتراف. هو شخص بالزبط كده. اه اه اتفل كتير جدا. في غيره برضو نجح معها. وفي غيره. يعني في ناس لعيبة كتير كده انسفرت لكن ما نجحتش. ما نجحتش. الشخصيتها. الشخصية معدومة مش مش موجودة. في لعيبة لابت في سبع تمن اندية. بزات. وكان اتقدم محمد صلاح على فكرة. بزات. وزيادة. بزات. بزات. بس طبعا اه التفكير. مين من اللعبت المنتخب القلومبي اللي نفت اه ثله حضرك قوي. هو طبعا اه 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 في احمد ياسر. ريان كلاعيب تكتيكي. راجل حافظ. راجل بينزل بنفس حاجة معينة. بيسمح كلام مدرّبه قويس جدا. بيختار اماكن في الملعب حش العاشر. وانا كنتم تابعه في ماتشرة الدوري. جميل. آآ طبعا مصطفى الهداف حاجة آآ جميلة جدا. تمام. في الراجل بتاع المصري اللي هو كريم. كريم. كريم العراهي. ده برضو لعيب آآ فايتر. كل ما كان بيلعب فيه وشاطر. وفاهم آآ فاهم آآ اداء دوله. وآآ مع معظم اللعيب يعني فاهمين. رمضان اكرم توفيق. شفتهم ازاي. آآ طبعا رمضان ده آآ. كصه تانية. ها ومشي تانية خالص. بس طبعا آآ 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 عايزة تحت الملاحظة. تحت الملاحظة بمعنى ايه؟ هو الرجل عش على عشرة. فاهم انه هو رجل فوتبولر آآ آآ. حياته. كورة. آآ آآ بيلعب آآ بيلعب كورة آآ بمزاج عالي قوي. من سبع تامن سينة فرجت عليه. هو صغير. وآآ على فكرة هو من من المنطقة اللي انا فيها كنت. زمان يعني. تمام. فكان ناس كتيرة بتشاور عليه هو لسه طفل آآ صغير قبل الاهلي ما يرعاه. آآ آآ اقرم طبعا آآ لعيب مجتهد جدا. هو هيجي مع الايام هيجي اكتر هيجي اكتر من آآ مع الايام اللي جاية. في منشط الدوري. آآ فيه كان الوينج اللعيبة بصراحة في المجمل عشان احنا ما ننساش. لا لا لا. حاجة حلوة او. حاجة حلوة صحيح. تمام. امكانيات كويسة جدا. واللي عجبني ان في باور. او فيه جهد وفيه مخزون. فيه مخزون قتالي عند اللعيب. في اسرار زي ما حدارك بدات في اول في اسرار وفيه حاجة وما زيني يعملوها. النهاردة ما فيش العيب عندك بيرجي على المدش تاني. العيب بيتخطف آآ خلاص. هو في الصمر. لا. انا في خبرة هنا او فيه اه او فيه روح او 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 فيه بين الشباب في الملعب بطريقة غير مباشرة. هوب هوب اه خلاص تفسي. جميل جميل. تعالنا روح لملف الدوري. عشان الوقت بدأ يسرقنا خلاص. لأهلي بكرة ان شاء الله هنشوفه مع الجنة بعد اربعة ايام ان شاء الله يوم الجمعة هنشوفه برضو في ماتشة افريقي. طبعا المهمة احنا تلاتين يوم دولتا او واحد وتلاتين يوم تقريبا الدوري اتوقف. بالزبط. اكيد اه جهاز الفني اه بقيادة اه فيلر السويسري. يعني اه حاطت تخطيط او نظم نفسه الفترة اللي فاتت دي كلها. طبعا فيه اصابات كتيرة. اه اه ربطي نيش في جميع اللعيبة. طبعا تبقى المهمة اه انك انت بتبدأ من اول وجديد تاني. ودي طبعا بتبقى مهمة اه سقيلة. انما طبعا الاهل مطلوب منه او الاهل بيلعب على دايما على اه على الفوز او بيلعب على بطولة زي ما بنقول. فطبعا بيقدي اكتر ما عنده اي حتشار العيب في الاهلي بيقوموا بالدور مطلوب. الجونة كمان تحديدا بس كمان فرقة معظمها من لعبة الاهلي لكن ممكن ما يشاركوش يعني. لكن فرقة عندها امل كبير جدا انه تعمل حاجة في الدور السناني. مضبوط. بيلعب 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 بكور. معهم كمان اه مدرب عالي مع عمد سام غالي. اه اه اه. معهم يرداش حياته. اه اه. عندهم. يعني عندهم اه. عندهم تشجيع نفسي. بالظرطة 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 بالظرطة. بقى النهار ده مع اي العيب زي ما حضرتك عارف. او اي فريق ما بيظهرش اللي قدام مين? اللي قدام الاهل اولا. طبعا. موضوع الاهل ده بيظهر. اه. طبعا بيتبقى. اه انت كفريق بيتبقى محمل كاهلي. بتبقى محمل لكنك انت بتواجه يعني في عناد وفي قوة. اقصى طموحات واقصى فرمة. اه انه اه عايز يظهر قدام جماعية النادي الاهل. اه. والاهل مطلوب انه انه يحقق الفوس. ان شاء الله. طبعا السباق لسه طويل سباق الدورة ده يعني. لسه بدر خالص. اه. لسه بدر خالص. الاهم افريقيا كمان. النجم الساحلي. اه بتستنى. اه النجم الساحلي اكيد. اه اكيد اكيد الجهاز الفني درس الفريق المنافس دراسة كويسة جدا. وآآ فايلر طبعا معاه جهاز معاون على اعلى مستوى. وآآ افهم انه هم كل واحد آآآ له قرار ما بينه ما بين نفسه. وفي الاخر بيصب عند آآ المدرب الراجل متفاهم في الحتة دي. فبيشتغلوا يعني بنظام المجموعة. والقرار عند المدرب آآ آآ طبعا آآ آآ هنخش بقى في المرحلة بتاعت ايه. توالي الايه. توالي المباريات والكلام ده كله. لو آآ آآ اللي هي بجهزة ان شاء الله والعدد آآ آآ العدد آآ بالقدر الكافي. فبيبقى طبعا بتقول الروح والكلام ده. فدي بتدي ايه بتدي المدرب امكانية التعديل والتغيير في اه امكانية اللي قدام اي فريق. جريده المدير الفني اللي هو بقى جديد في النجم الساحلي اللي كان ماسك الاهلي قبل كده. ايوا. ده ممكن يزود من صعوبة اللقاء شوية. طبعا انا ايبقى فاهم هو كل حاجة اهو على الاقل هو فاهم. نفسيا. هو بيلاقى مين. اه. هو بيلاقى مين. بيلاقى فريق آآ عنده روحة عالية جدا. في الاداء. دايما بيبحث ان شاء الله عن الفوز. متفائل? اه جدا طبعا. متفائل ايه. الافريكا الغايد في ان شاء الله. لا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نلعب النهائي هنا ان كان حسب الآآ ان شاء الله. بازن الله. بازن الله. ارجع بيك تاني. فضل. آآ الادوار حضراتكو وتفعولها مع الجماهير. هل المهمة بتختلف لما في وجود الجماهير بتبقى صعبة وتبقى سهلة? اللي اللي هو النقد الرياضي يعني مع الجماهير. اللي دور الصحفي عموما. اه طبعا انا النهاردة لما حد بيقرى حتى لو بيعرضني. لو جمهور بيقرى وبيعرضني او بيناقش زي ما كان بيحصل. الاول باكثرية. ده حاجة بتفرحني انا جدا. ان انا بتشاف يا جماعة. ان انا الناس بتقرالي. الناس بتعرضني او الناس بتوافقني. يا وانت مؤثر في الحتة بيوجهني. يعني الجمهور بيوجه النقد الرياضي. مم. كتير جدا. كتير جدا جدا. انتو دايسين انو صعيبين. زي ما بقول لحضرتك. احنا في فترة من الفترات الفترة اللي فاتت. كزا سنة دلوقتي. مع المدرب الارجنتيني اللي مشي ده. ثم الراجل الاخراني. آآ ثم الفترة الحالية. مم. في لعيبة مفروضة. لأ دي مرفوضة. اه مش انا. دي مرفوضة. خلاص مرفوضة. اه بالزبط كده. دي لعيبة مرفوضة انتقل. مع احترام ليه هو آآ على مستوى الاندية الخارجية والاندية الداخلية. يلعب كورا. اه. 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 حيطة منتخب القومي خلاص بقى. لازم تفتح الروافض والشاريين. عشان لعيبة الصغيرة دي تخش. وفي غيرهم. المنتخب اللي لهم بي ده. فيه منتخب بديل. انا وثق من كده. فيه منتخب بديل. اه. هدور هتلاقي. فيه 18 سنة و20 سنة و22 سنة. هتلاقي لعيب اللي تقل. مع ان شخصية الكابتن حسام يعني صعب ان هو يتفرض على العيب. ما حضرتك مش حكاة. مش حكاة. مش حكاة فرض يا كابتن. هو جي لقى كده. هو حضرتك جي لقى كده هلاقي فين. لا فيه دوري كان. اختيارات. هو جاي حضرتك فيه لستة محطوطة قدام منه. فيه اربعين فيه خمسين لعيب. بيتم اختيارهم خلال الخمس ست سنين اللي فاته. شيل فلان حط اعلان فيه التركانة اعمل بتاعه. واللعيب بقى اضامن نفسه. وفيه لعيبة بقولها على نفسهم احنا ترانزيت. بنروح عشان نقسم. حتى دك طبع اللعيب كرة. وفاهم معنى الكلام. فيه لعيب بقولك انا باخد شنطك. قدومي بروح المعسكر. عشان اكمل التأسيمة. اه. عشان اه الشكل. او عشان واحد بصبور وضيع. اه فالفترة الفترات ممكن يستدعوني من البيت. اه. هتولحها. فيه اختيارات وفيه شغل لازم يحصل الايام اللي جاي. تهالي كابتن كابتن تفضل. والكابتن حسام قادر على كده على تخطي المرحلة دي. تهالي اكتر واحد فرحان بالمنتخب الالومبي ممكن يكون الكابتن حسام البدر. طبع طبع طبع. لازم يبقى فيه لينك جامل جدا. واجتماعات يومية. بين الطرفية. بين حسام بين شاوي. اه. طبع حضرتك انا لا بقلل من ده ولا بكتر ده ولا بزور لا دي كلها مصلحة مصر. اه. اكيد. النهاردة مين اللي هي لعب منتخب اول لا اختر الاصح. واختر الاقو عشان احنا اه اه في مرحلة صعبة. الاربع بنت اللي ضاعوا دول. اكيد. ان شاء الله نلم اوراقنا بصورة كده. ان شاء الله ان شاء الله. ملمومة بامر الله. يا رب يا رب. اخر حاجة هتلوها من حضرتك توجه كلمة لجيلي الشباب من الصحفيين في الفترة اللي احنا عايشين فيها. دول طبعا اه معظمهم اه اول عليهم ابنائي. اه اخوات ليه. اه اه اهم حاجة اه المصدقية. والسعي. وراي الخبر الصدق. وراي الموضوع الجيد. وان اه محدش استعجل. مش معنى ما تستعجلش انك انت يتنام والشغل يجيلك لغاية عندك لعمل. المساحة مفتوح. والمجال مفتوح. بس دايما ادور على الحاجة المزبوطة. الحاجة اللي هي في صالح البلد. الحاجة اللي هي تعملك اسم. واسمك دوت اسمك ده ما بيتكونش. او ما بيتعملش او ما بيتخلقش في يوم. لأ ده وليد صغير بيبتدي يكبر 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 مع كل شغل ايجابي انت بتعمله بصدق. ناكي. انا بشكرك شكرا جزيلا انتشرفت بك. ربنا اخليك. ربنا اخليك. ربنا اخليك. شكرا. سكرا. بقضر رياضي الكبير شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ربنا اخليك. تايش تايش. ان شاء الله شوفك على خير. شكرا. بإذن الله. شكرا. كانت الفكراتنا مع الاساس الكبير واساس كمال عبدالخالق. بكماّن ان شاء الله كل التوفيه نادل اهلي بكرة في الجونة بإذن الله. وان شاء الله خمورات النجم الساحلي ايضا. ان شاء الله الاهل يقدم وبدوك زي ما هو مع ودنا. والاهل يفوق الجميع. بشكرك وشكرا جزيلا ومعلكم. سلامة. اشتركوا في القناة